شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العلي العظيم نحن في هذه الأيام نعيش أجواء عيد الغدير مبارك لكم وللمؤمنين كافة هذا العيد المبارك في الغدير توجد هنالك أبعاد متعددة ولكننا في هذه الليلة نشير بإذن الله تعالى إلى بعدين من هذه الأبعاد البعد البعد الأول أن يوم الغدير يمثل المفتاح الرئيسي لحل الإختلافات الكثيرة والكبيرة القائمة بين المسلمين منذ ألف وأربعمائة عام وإلى هذا اليوم وإلى هذا اليوم ولا نعلم إلى متى سوف تستمر هذه الإختلافات الإختلافات في كل شيء أنتوا لاحظوا حتى قضية الوضوء النبي صلى الله عليه وآله أعوام طويلة كان يتوضع المسلمون كانوا يرون وضوء النبي صلى الله عليه وآله خلال هذه الأعوام الطويلة الصلاح عمود الدين والوضوء أو الطهارة الحدثية ركن واقعي من أركان هذه الفريض ولكن أنتم تجدون أن المسلمين منذ أكثر من ألف عام يختلفون في كيفية الوضوء بعض المسلمين يمسحون أرجلهم في الوضوء وبعض المسلمين يغسلون أرجلهم في الوضوء بعض المسلمين يمسحون على الخفين وبعض المسلمين لا يمسحون على الخفين بعض المسلمين بعض المسلمين يصلون وهم متكتفون وبعض المسلمين يصلون وهم مسبلون بعض المسلمين يصلون على السجاد وبعض المسلمين يصلون على التربح الاختلاف في الطهارة الاختلاف في الصلاح التي هي عمود الدين الاختلاف في الحج الاختلاف في المعاملات الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية إذا قال لزوجته أنت طالق بدون شاهدين عادلين هذه قضية أعراض قضية مهمة فهل تكون طالقا؟ بعض المسلمين يقولون نعم تذهب بعد انتهاء العدة وتتزوج شخصا آخر وبعض المسلمين يقولون هذا الطلاق باطل لأنه ما كان هناك حضور لشاهدين عادلين إذا طلقها ثلاثا قال لها أنت طالق ثلاثا فهل تبين هذه المرأة عن زوجها؟ أم يحل له أن يعود إليها؟ اختلاف من أول الفقه إلى آخر الفقه الأخطر من ذلك الإختلاف في العقيدة العقيدة تمثل البنية التحتية التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية في العقيدة أكو اختلاف هل تؤمن بالجبر؟ أو تؤمن بالتفويض؟ هناك خلاف كثير من المسلمين يعتقدون بالجبر الله يجبر عباده وهناك جماعة يؤمنون بالتفويض وهناك الكثير من المسلمين يؤمنون بالأمر بين الأمرين الاختلاف في قضايا الألوهية الاختلاف في قضايا النبوة الاختلاف في قضايا المعاد هذه الاختلافات كثير منها ينشأ من نقطة واحدة وهذه النقطة هي نقطة الغدير جوهر القضية يتلخص في كلمة واحدة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله احنا المفروض أن نكون متعبدين بما قاله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كل ما يقوله فهو وحي هذا التعبد قضية مهمة جدا لمعرفة هذه الأهمية لاحظوا عنوان هذا الدين شنو عنوان هذا الدين عنوانه الإسلام هذا العنوان أنت عندما تضعون عنوان على كتاب هذا العنوان المؤلف عندما يكتب كتاب يريد أن يضع عنوان لهذا الكتاب ما هو العنوان الذي يضعه العنوان يجب أن يكون مرآة إجمالية لجميع ما يحتويه الكتاب أو يجب أن يحتوي على قضية محورية في هذا الكتاب فما هو عنوان ديننا هذا الاختيار يعبر عن قضية مهمة عنوان هذا الدين هو الإسلام بل عنوان جميع الأديان الإلهية حقيقة جميع الأديان الإلهية وجوهرها وروحها هو الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران إن الدين عند الله الإسلام يعني دين آدم كان هو الإسلام دين نوح كان هو الإسلام دين موسى كان هو الإسلام دين عيسى كان هو الإسلام دين إبراهيم كان هو الإسلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما دين خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام حتى إذا جبتم موظف في بيتكم في شركتكم في محلكم تريدون من هذا الموظف أن يعمل كما تفكرون لا كما يفكر وكما يريد أحد المؤمنين كان عنده موظف ثم فصله عن الوظيفة توسط بعض المؤمنين لإعادته قال هذا الموظف يعمل مثل ما يريد ما يعمل مثل ما أنا أريد أنتو إذا جبتم موظف وأخذ يعمل كما يشتهي ما تقبلون هذا الموظف نحن يجب علينا أن نرى ماذا أراد الله منا لا ماذا نريد ماذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله النبي قال صلوا إلى الكعب واحد يأتي يصلي بدل أن يصلي إلى الجنوب في أمثال بلادنا يصلي إلى الشمال يكفي هذا النبي صلى الله عليه وآله يقول طوف وشمالك إلى الكعبة الكعبة تكون على يسارك واحد يجي يطوف والكعبة على يمينه هذا ما صار إسلام هذا صار هواء والرأي والشهوة النقطة المحورية التي يجب على المسلمين جميعا وعلينا جميعا أن نفكر فيها وأن نتأمل فيها أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال هذه الكلمة في قضية الإمامة والولاية هيكل له كتاب حيات محمد صلى الله عليه وآله في الطبعة الأولى من هذا الكتاب لاحظوا الطبعة الأولى ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال علي صفات للإمام وخليفتي من بعدي بعد ما طبع الكتاب ضغطوا عليه جهات معينة في الطبعة الثانية حذف هذه الكلمة خليفتي من بعدي هل النبي قال علي خليفتي من بعدي أو لم يقول هذه هي النقطة المحورية التي تتفرع منها كل هذه الخلافات بين المسلمين أو معظم هذه الخلافات بين المسلمين هذا هو المفتاح هل النبي صلى الله عليه وآله جعل المرجعية المرجعية الدينية المرجعية الفكرية المرجعية السياسية المرجعية القيادية المرجعية القيادية المرجعية الاقتصادية لعليا أو لا هذا هو المحور هذه هي القضية المحورية نحن نعتقد أن يوم الغدير هو المفتاح لحل هذه العقدة الرئيسية التي تنشأ منها الألوف من العقد مفتاح هذه العقدة تجدونه في كتاب العلام الأميني رحمة الله عليه كتاب الغدير هذا الكتاب ينبغي أن يقرأ من أوله إلى آخره مفتاح هذه العقدة التي هي المنشأ لكل العقد تجدونه في كتاب المراجعات لذلك إذا تلاحظون كتاب المراجعات ضروري الكل يقرؤون كتاب المراجعات شرف الدين رحمة الله عليه مع شيخ الأزهر قال بحثنا فقط في نقطة واحد وهذه نقطة الإمام لأن كل البحوث الأخرى تتفرع من هذه القضية هذا البعد الأول من أبعاد يوم الغدير أنه يمثل المفتاح الرئيسي لحل جميع أو معظم المشكلات الفكرية التي يعاني منها المسلمون منذ ألف عام وإلى هذا اليوم البعد الثاني أن الغدير يمثل منهج حكومة الغدير حكومة منهج والعالم في هذا اليوم بل في كل يوم يحتاج إلى المنهج ما هو المنهج؟ قضية المنهج من القضايا المهمة جدا حتى في علم عندما تريدون أن تلجوا في ذاك العلم أول قضية قضية المنهج من أوائل القضايا ما هو المنهج؟ الغدير منهج في الفكر الغدير منهج في العقيدة الغدير منهج في الإدارة الغدير منهج في السياسة الغدير منهج في الاقتصاد الغدير منهج في الاجتماع وهذا المنهج منهج منهج الغدير نحن نعتقد أنه إذا حكم العالم منهج الغدير هذا المنهج يكفل للبشرية سعادتها في دنياها وآخرتها أذكر لكم بعض معالم منهج الغدير عندما الإمام يحكم صلوات الله عليه ما هو المنهج الذي يحكم ما هو المنهج الإداري ما هو المنهج الاقتصادي ما هو المنهج السياسي هذه شذرات مختصرة من منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أولا الحرية الإمام صلوات الله عليه يقول أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمح وإن الناس كلهم وإن الناس كلهم أحرار الكافي المجلد الثامن صفحة تسعة وستين في نهج البلاغ كتاب واحد وثلاثين الإمام صلوات الله عليه يقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حر أحد المفكرين له كلمة لطيفة يقارن بين هذه الكلمة لأمير المؤمنين وكلمة لحاكم آخر ذلك الحاكم الآخر يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا يقول هنالك بون بعيد بين الكلمتين ذلك الحاكم يتوجه إلى الحاكمين متى استعبدتم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا والإمام يتوجه إلى الشعب يتوجه إلى الناس ويقول لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله الله حر هذا منهج الغدير ثانيا الاهتمام بالرأي العام الآن قضية الرأي العام في العالم قضية مهمة جدا ولكن تجدون قبل ألف وأربعمائة عام الإمام صلوات الله عليه يهتم بالرأي العام الإمام في عهده لمالك الأشتر رضوان الله عليه يقول له ليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية يعني الاهتمام بالرأي العام فإن سخط العام يجحف برضى الخاص صح وإن سخط الخاص صح يغتفر مع رضى العام هذه المشكلة التي تعاني منها الحكومات إلى هذا اليوم الاهتمام الاهتمام بالحاشية حاشية معينة اللي يصطلح عليها الآن باللوبي هناك لوبي سياسي أو اقتصادي الحاكم يلاحظ رضا هؤلاء أن يرضي هؤلاء ولكن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما عليك بالخاص صح وإنما أنظر إلى العام هذا معلم من معالم حكومة الغدير ومن معالم حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه معلم آخر الاتصال المباشر بالجمهور أنا أظن الآن في العالم ماكو حكومة واحدة فيما يخطر ببالي الآن عده اتصال مباشر مع الشعب وإنما كلها قنوات الحاكم يعيش في عزله لا يعرف ماذا يفكر الناس وماذا يريدون الآن حتى في البلاد التي يطلق عليها البلاد الديمقراطية ماكو هناك اتصال مباشر بالناس ولكن منهج الغدير منهج الاتصال المباشر بالناس هذا المنهج الذي نجده الآن حتى في مراجع التقليد السائرين على منهج اهل البيت صلوات الله عليه تجدون ان مرجع التقليد وهو القمة في النظام الديني يمثل النائب للامام يجلس مع جميع الناس ماكو هناك قنوات معينة بإمكانك ان تتصل به مباشرة وتقول له ما تريد هذا النموذج ولو مصغر لمنهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه الإمام في عهده لمالك يقول اجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما الحكام خلوك ما عندهم كل واحد عنده قدر خلوك ما عنده يجلس مع البقال والعطار ضيق في الصدر الحكومات عنده مو الحكومات أي واحد مقتدر التجار إلا الذين مشوا على منهج أمير المؤمنين من يقدر يشوف تاجر ما يقدر هناك حجب ولكن التاجر الذي يمشي على منهج أمير المؤمنين صلوات الله عليه أي واحد يتمكن أن يتصل به فتتواضع فيه لله الذي خلقك نوع من أنواع التواضع لله تعالى وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع أو غير متتعتع يتكلم بحريته مو أنه الشرطي واقف وهذا يخاف من هذا الشرطي أو هناك واحد من المخابرات واقف وهذا يخاف يقول إذا عنده مشكلة وي المخابرات إذا واحد من المخابرات واقف ما يتمكن يقول كلمته فلا تطول أن احتجابك عن رعيتك فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق ضيق الصدر وقل شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب عنهم يقطع عنهم علم ما احتجب دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح نهج البلاغ كتاب 53 شوفوا شلون الامام صلوات الله عليه يصور هذه الحالة هذا الحاكم يعيش في عالم آخر عندما انقطع عن الناس لا يفهم أن الناس كيف يفكرون وماذا يريدون وما هي حقيقة نواياهم الباطنية وإذا يوم الأيام الحاكم يفاجأ بأن الملايين أو الألوف أو مئات الألوف خرجوا إلى الشوارع هذا مو فقط في بلادنا الدكتاتورية حتى في البلاد الديمقراطية وإن كانت المشكلة أخاف قبل مدة ما صارت مظاهرات وأعمال عنف وتخريب في البلاد الغربية الحاكم ما يفهم ماذا يفكر المحكم لأنه أحاط نفسه بحجب بحجاب هذا منهج الغدير اللي الدنيا إلى هذا اليوم تحتاج إلى هذا المنهج والدنيا إلى هذا اليوم لم تصل إلى هذا المنهج تنظيم الأمور هذا في البعد الإداري في وصيته صلوات الله عليه ونظم أمركم في نهج البلاغة كتاب ثلاثة وخمسين وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه لتأجل عمل اليوم إلى غد غد له عمله إنت إذا أجلت عمل اليوم إلى غد غد لا يستوعب عمله وعمل اليوم الفائت كل شي اصنعه في وقت هذه قاعدة مهمة في المنهج الإداري مشاركة الحاكم مع الناس في معيشته في الكافي جزء واحد صفحة 410 الإمام يقول إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدر أنفسهم بضعفة الناس يعني يعيش كما يعيش الناس كل إمام عادل الآن أكو حاكم في الدنيا يعيش كما يعيش الناس أنا لا أعد ويقول في نهج البلاغ كتاب 45 أأقنع من نفسي أن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش التعليم الآن قضية التعليم قضية مهمة في العالم حكومات توجهت الجهات توجهت التعليم سابقا كان محظور في نهج البلاغة خطبة 34 الإمام يقول فأما حقكم علي حق الرعية على الراعي فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا التعليم محو الأمية الآن يقال له في العالم رفض الكبكبة أكوى فقال ما هذا الذي صنعتموه قالوا خلق منا نعظم به أمراء تعظيم الأمراء الحكام حكام يحبون ما أخسر إياه فقال أكو لا يخلون الناس يستفيد هاي الإحصائية نشرت جديدا يقول في العالم ستمية واربعين مليون طفل يفتقرون للمأوى مأوى موعده بيت ما عنده ينام في الشارع ستمية واربعين مليون طفل يعيشون بلا ما هو حله أمير المؤمنين وحله من قبله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لأن منهج أمير المؤمنين هو منهج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الأرض لله أخذ هذه الأراضي البائرة المتروك أحيوها الأرض لله ولمن عمرها ولكن وجد هناك سبع ضاري يقال له الحكومات تمنى في البلاد الدكتاتورية وحتى في البلاد التي يقال لها الديمقراطية ماكو في العالم هذا المنهج منهج الغدير مال الأمة للأمة هاي أموال النفط ما لمنه ما لأمة مو مال مجموعة من الحكام ولكن تجدون الفقر في كل العالم أذكر لكم هذه الإحصائيات التي نشرت في تقارير مختلفة يقول في فرنسا يوجد أكثر من مليون فقير في تقرير آخر في العالم يوجد أربعمائة مليون طفل لا يحصلون على الماء النظيف ماء ملوث عدو والماء الملوث كما تعلمون خطر ميتين وسبعين مليون طفل في العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية يعني إذا مريض ميت ما كان يراجع الدكتور في تقرير آخر يوجد في العالم ثمانمائة مليون جائع يعني هذه الليلة أنتوا عندما ترحون للبيت وتنامون في هذه الليلة حوالي ثمانمائة مليون جائع في العالم ينام جائع هذا النظام العالمي في تقرير آخر في كل يوم يموت ثلاثين ألف طفل من الفقر في تقرير آخر من سنة ألف وتسعمية وتسعين إلى سنة ألف ين وأربعة ضحايا الفقر في العالم أربعة أضعاف ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية يعني يعني في كم عام في أربوط عشر عام أربعة أضعاف الحربين العالميتين ضحايا الفقر في العالم البارحة بالليل نقل لأحد الأخوة هذه القضية قال واحد من المؤمنين اشتكى إلى شخص أنه فلان خطب بنته منذ عام ولا يتزوجها ولا يطلقها هذه البنت عاميا معلقة قال لذلك الرجل تكلم مع هذا الشاب لماذا يقول فطلب ذلك الشخص ذلك الشاب وقال له ليش مخلي هذه البنت معلقة ليش ما تتزوج إذا ما تريد طلق قال في الواقع أنا ما عندي ثمن كيلو من الحلويات أودي إلى بيت خطيبتي ماذا اللي ما عنده ثمن كيلو من الحلويات يتمكن أن يتزوج بعض الأحيان واحد يرى أفراد كهول عمره خمسين عام أكثر أقال ما ما تزوج ليش ما ما تزوج لأن ما يقدر هذا السبع الضاري وهو الحكومات وهو القوانين الوضعية يقول لا حق لك في الأرض ما يتمكن بيت ما عنده لا حق لك في النفط أو في النفط أو في المعادن يبقى فقير لا حق لك في العمل ملايين الأفراد يعانون حالة البطالة في العالم لا حق لك في الثروات الطبيعية المعادن والكنوز المدعى في الأرض ما إلك حق فماذا يفعل الشاب ولذلك تجدون الملايين من الشباب لا يستطيعون الزواج والملايين من العانسات يبقين في البيوت إلى الموت منهج الغدير يقول الأرض لله ولمن عمرها هاي الأراضي كلها للناس والحكومة ما إلها أي حق إلا حق الإشراع لكي لا يحدث هناك إجحاف أو يحدث هناك إخلال بالنظام هذه الثروات كلها للناس النافط المعادن الغابات الإمام صلوات الله عليه ما كان يؤخر توزيع الثروة حتى لليلة واحد هذه الرواية لا بأس أن نقرأها في أمالي الطوسي صفحة 404 يقول الراوي شهدت علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه أتي بمال عند المساء فقال اقسموا هذا المال فورا قالوا يا أمير المؤمنين قد أمسينا الآن ظلام قبلم هذه المصابح الكهربائية ما كان فأخره إلى غد فقال تقبلون لي أن أعيش إلى غد تضمنون أنه أنا أبقى تكفلون بذلك قالوا ماذا بأيدينا ما نقدر قال فلا تأخروه حتى تقسموه فأتي بشمع من الشموع القديم فقسمو ذلك المال في تلك الليلة أكو دولة تقسم أموال على الشعب في الدنيا أكو فائض من الثروة اعطينا رواتب الموظفين أمننا احتياجات الدولة هذا المال للشعب قسموه على الكل الرجل والمرأة والصغير والكبير وأذكر لكم رواية أيضا في المنهج الفكري لأمير المؤمنين صلوات الله عليه هذه الرواية في بحار الأنوار المجلد الخامس صفحة 58 وهذه الرواية تمثل عقدة في الفكر الديني من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم الآن مئات الملايين من المسلمين أقصد هذه الكلمة مئات الملايين يعانون من هذه المشكلة الفكري والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه حلها بكلمات نقرأ الرواية بلا شرحا تفصيلي روية أن الحجاج الثقفي كتب إلى مجموعة من العلماء أن يذكروا ما عندهم وما وصل إليهم في القضاء والقدر من المعضلات الفكرية العجيبة اللي تورط فيها كبار المفكرين كبار الفلاسفة إلى هذا اليوم راجعوا كتب الفلسفة لاحظوا التورط الذي تورط فيه المفكرون كتب إلى أربعة من العلماء ماذا تقولون في هذه المشكلة العالم الأول الحسن البصري فكتب إليه إن أحسن من تهى إلي أفضل حل هذه المعضلة وين؟ ما سمعته من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنما دهاك أسفلك وأعلاك والله بريء من ذاك حل هذه العقدة العالم الثاني عمرو بن عبيد كتب إلى الحجاج أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لو كان الوزر في الأصل محتوما كان الموزور في القصاص مظلوما إذا جابر أكو ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء وبعدين يأخذه ويعاقب لماذا ابتللت بالماء هذا الظلم والله تعالى يجل عن الظلم طبعاً أكو اختلاف في النسخ أن العبارة كيف تنطق العالم الثالث واصل ابن عطاء كتب إلى الحجاج أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق الأب يقول للابن روح من هنا ثم يقف له عند المضيق ويمنع تناقض في الإرادتين التكوينية والتشريعية مو معقول أن يدلك على الطريق ويأخذ عليك المضيق يقول للأبو جاهل آمن وما يخلي يؤمن تشريعاً يقول له آمن تكويناً يمنعه من الإيمان معقول هذا تدرون الآن مئات الملايين من المسلمين يقولون هذا مو على أسف لأن ما أخذوا الفكر من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه العالم الرابع الشعبي كتب إلى الحجاج أحسن ما سمعت في القضاء والقدر قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كل ما استغفرت الله منه فهو منك إذا واحد ظلم ابنه بعدين يقول أستغفر الله هذا منك مو من الله وكل ما حمدت الله عليه فهو منه فلما وصلت كتبهم إلى الحجاج ووقف عليها ووقف عليها لقد أخذوها من عين صافية كلها تنتهي إلى تلك العين الصافية هذا التراث العظيم هذا الفكر العملاق هذه الشخصية التي يجب أن تطرح على مستوى العالم نحن المسلمين جميعاً يجب علينا أن نحتم بهذا الفكر وهذا التراث وهذه الشخصية حتى نسعد إن شاء الله في دنيانا وآخرتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْنِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَ الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِ فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات